هكذا صار ليل غزة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل إثر نقص إمدادات الوقود نهارا لا يختلف الأمر كثيرا حيث يسكن الظلام العديد من بيوت الفلسطينيين فيستعين بوسائل بدائية للإنارة ومحاولة التغلب على الأجواء الحارة قدنا نهار وطلع البيت كيف موجود فيش إنارة ولا فيها أي آية ما أدرك في الليل طلع الشمع فيه خطور على الطفال طلع كم طفل عندي أنا إيجد أسوف الأمور هذي أمور ذي هذي بلا مواخذ شوف طلع طلع إيش فيدي أنا إيش فيدي بهوقات طول الليل أنا مرمي في الشارع بربا بربا في الشارع يعني حل هذا ما بيوفيش معنا إيش إنا نساوه تشوفون حل عامي قطع الكهرباء هنا يزيد عن 12 عشرة ساعة متواصلة أزمة سببها انتهاء الفترة التي أعفت فيها وزارة المالية في رمالة الوقود المورد لمحطة كهرباء غزة من الضريبة بحسب ما تقوله سلطة الطاقة في القطاع الأزمة هي ناتجة عن عدم وجود تمويل للوقود كما هو معلوم أنه سعر الوقود السائل السلر اللي بتم استخدامه في المحطة هو ثمن مرتفع قياسا بالأموال التي يتم تحصيلها هنا في غزة من شركة التوزيع لذلك كلما كان هناك عدم وجود أي أموال كلما برزت الأجمع وعدم وجود مانحين لدفع ثمن الوقود لكن رئيس سلطة الطاقة في رمالة قال إن الأزمة نتجت عن وقف سلطة الطاقة في غزة تحويل أموال الجباية إلى وزارة المالية في رمالة لشراء الوقود وإن استئناف تزويد القطاع بالوقود مرتبط بتحويل الأموال من غزة تبادل الاتهامات بين غزة ورمالة بالمسؤولية عن توقف محطة الكهرباء هذه عن العمل يؤكد أن محور الأزمة سياسي وأن توصل إلى حل يضمن عدم انقطاع الكهرباء عن غزة مجددا مرهون بالتوافق الفلسطيني محمد المشهراوي سكانيوز عربية قطاع غزة